اشتركوا في القناة تناولنا الركن الأول في السعادة وأيضا هو المقوم الأول من مقومات الإسلام وهو العقيدة ما المقصود لغويا بالعقيدة الإسلام عبارة عن دائرة نسميها دائرة العقيدة أو دائرة الاعتقاد دائرة أخرى نسميها دائرة العبادة دائرة تالتة دائرة التشريع أحكام التشريع ودائرة أخيرة ورابعة لكنها ستجدها يعني متغلغلة في كل الدوائر وهي دائرة الأخلاق دول دوائر أربعة هم دول مقومات الإسلام يعني الاعتقاد أو العقيدة دائرة مغلقة وحدها ثم تأتي دائرة العبادات ثم تأتي دائرة التشريع أو دائرة الأخلاق ثم التشريع أو التشريع ثم الأخلاق لا يهم هذه دوائر أربعة هي التي يقوم عليها الإسلام أو دين الإسلام ويكون بها المسلم مسلما صحيحا فإن شاء الله في الحلقات القادمة سيكون حديثنا في هذه الدوائر الأربعة بالتفصيل وسنقدم يعني ما أجمع عليه المسلمون لأنه فيه اختنافات وفيه لكن نحن نقدم ما درج عليه المسلمون ما اجتمعت عليه الأمة ما قبلته ما طبقته خلال أربعة عشر قرنا ولن نلتفت إلى الشذوذ لأنه ظهرت آراء شازة كثيرة جدا وهذا شيء ضميعي وخلافات حول تفاصيل لا داعية لها دي لا داعية لها لأنها فعلا تضر أكثر مما تفيد ويعني تشغل عن الأساسيات تشغل عن المقاومات عن المقاومات نحن إن شاء الله سنعرض هذه المقاومات ويعني علامة الجودة فيها أنها قبلت من الجميع من الجميع على مدى أربعة عشر قرنا من الزمان والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجتمع أمتي على ضلالة فعندك مهم جدا ما اجتمعت عليه الأمة طبعا ولذلك الآن ما يثار من مسائل لم تجتمع عليه الأمة ولم تعمل بها زي مثلا زواج الصغيرة مش عارف زي زواج الرضاع أمور لم الجواب الوحيد أن الأمة لم تجتمع على هذا وخلاص فتهمل فتهمل أنما علشان تقول آدد الإسلام وآدد البخاري وآدد النبي صلى الله عليه وسلم طبعا يبا حد يقصد التشويه عن قهل لا ما هو ده أنا بقى أصحي الناس اللي بتسمع أنا مليش مصلحة بالله لأنه لابد أن يكون هناك مضللون ده شيء يعني وإلى يوم القيامة لابد أن يكون هناك مضلل يعني لأنه ليس شيء ضليه زباين يعني لكن أنا بقول للشباب وأقول للناس الرد الوحيد أننا ما سمعنا أن امرأة أرضعت بيثديها رجلا كبيرا أجنبيا عنها وما سمعنا أن المسلمين بيزوجوا البنات قبل البلوغ الكلام ده مش لم يشكل ظاهرة ده كله يتمثل في حالة فردية ولذلك المحدثين قالوا في مثل هذا الحديث هذا حالة عين يعني متعلقة بحاجة واحدة فقط ما تلزمنيش أنا بالحاجة ولا تحاكمني لا تتحول إلى قاعدة ولا تحاكم الأمة ولا تحاكم يعني ترسنة بهذه المسائل التي تعلقت بفرد واحد ولم تتكرر واقعة واحد واقعة واحد تعال قد واقعة واحد من أين أتى مصطلح العقيدة من الناحية اللغوية مولانا العقيدة تعريفها يعني باختصار التعريف دائما نبحث عن معنى الشيء الذي أريد أن أعرفه في اللغة مجرد يعني والتعريف المراد به اللي هو الاستلاح الاستلاح الناس مش فهم الاستلاح يعني التعريف العلمي ممكن نقول التعريف اللغوي والتعريف العلمي لأن الكعرفات التي يعني سنتحدث عنها هي كلام الفاظ تجد اللفظ احنا بنستعمله فيما بيننا لكن له دلالة خاصة مثلا كلمة سيارة كلمة سيارة السيارة في اللغة العربية مش هي الا لأن اللغة العربية ده كانت من قرون ما كانش السيارة موجودة فالسيارة معناها القافلة التي تسير ده لغة لكن المعنى العلمي المتخصص الآن أو الاستعمالي الاستعمالي أو التداولي الآن حينما أقول سيارة لا يأتي إلى ذهنك القافلة القافلة وإنما المركبة السورة التي نعرفها هكذا مصطلحات كثيرة جدا منها الصلاة مثلا الصلاة هي كلمة موجودة قبل أن ينزل القرآن وقبل الإنجيل وقبل التوراة هذه الكلمة ماذا كان يفهمها الناس هنا ذاك اسمها الصلاة بمعنى الدعاء معنى الدعاء مطلق الدعاء لكن في الاستعمال أو في فترة معينة بعد ما نزلت الأدان أصبح لها تداول معين أو محصول أو استعمال الصلاة التي هي الأفعال التي يعني معروفة مفتتحة بالتكبير مفتتحة بالتسليم فالعقيدة من هذه الأرفاظ من هذه الأرفاظ لها معنى قبل أن يأتي بها الإسلام أو الأديان ثم بعد ذلك استعملت في مجال مقيد بحيث أن حينما أقول عقيدة لا يأتي إلى ذهني المعنى اللغوي وإنما يأتي المعنى الاستعمالي أو استعمالي اللي هو الاصطلاحي طيب العقيدة في اللغة العقيدة في اللغة العرب القديم حينما يسمع كلمة عقيدة مفهومها ما الخيط الذي يعقد أو يشد به الشيء جاية من العقد يعني الحروف جاية من العقد وهو الشد أو الربط الربط الشد أو الربط ده العقيدة يبقى إذن العقيدة بمعنى اللغوي الشد أو الربط وخذ لبالك دائما ما تكون هناك مناسبة بين المعنى اللغوي والمعنى الاستعمالي لأن أيضا هنيجي في العقيدة في المعنى الاستعمالي هي فيها أيضا شد وعقد بمعنى أن القلب يعقد نفسه ويشد نفسه باعتقاد معين خلينا في اللغة هذا الوقت باللغة العقيدة مأخوذة من العقد بمعنى الربط وبمعنى الشد وتستعمل مثلاً ما يقوم به الخيط مثلاً حينما تشد به شيئاً وتربط تعقد فجاي من العقدة عقدة الخيط التي يشد بها على شيء معين حتى في المعنى اللغة تستعمل للمعنى الحسي عقدت الخيط عقدت الكذا ده معنى حسي وأيضاً تستعمل في المعاني اللاحسية مثلاً الحديث الشريف النبي صلى الله عليه وسلم وهو يمدح يبتدح الخيل فيقول يعني الخيل معقود معقود في نواصيه الخير طبع الخير ده معنوي أمر معنوي هذا هو المعنى العقيدة في اللغة هو الربط الشد لالتزام بشيء معين الغرب معروف دائماً بتشجيعه على استعمال العقل في تناول الأمور ومع ذلك بعض المفكرين في الغرب ومنهم جوستاف لوبون وفضلتك أشرت إليه في هذا الكتاب يتحدث عن العقيدة وكأنها تنطلق من اللاشعور أو اللاوعي لماذا في رأيك؟ هذا سؤال مهم الغربيون يعني القدماء لو خدمت مثلاً عصر الوسطى هم كانوا يعرفون للعقيدة تعريف صحيح وهو يعني الاعتقاد الجازم ويعني القابل للبرهنة في حدود لكن مع اطلاقة العصر أو الحدثة الغربية تناولوا هذا الموضوع وهو موضوع الاعتقاد وهو موضوع الإيمان والإيمان بأي فكرة هنا وليس بالضرورة بدين لا 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 بدين أو بغير إنما يعني مجاله التداولي ارتبط أكثر ارتبط بالعقائد الدينية والعقائد عقائد دينية مثلا لأن العقائد هي التي صنعت مجتمعات مثلاً المجتمع البوزي المجتمع الكنفشيوسي الحضارة الإسلامية الحضارة المسيحية الحضارة اليهودية كل هذه اعتقادات قامت على العقيدة قامت على العقيدة لأن العقيدة ده العقيدة جزء من كيان الإنسان لا يمكن أن يتحلل منه يوماً ما من الأيام هما الحقيقة في يعني كانوا مضررين لأن نتيجة الحرية وأن كل العقائد صح وده منطلق خاطئ فوجدوا هناك مثلاً من يعتقد في الحجر أو يتقرب إليه مثلاً نزال الوسنيين العرب كان يصنع له تمثالاً من تمر ويصلي له ثم إذا جاء يأكله في من يعتقد في حيوانات في من يعتقد في وهكذا هذه الاعتقادات كانت واضحة بالنسبة لهم أنها يعني غريبة لكن أرادوا أن يحللوا ظاهرة الاعتقاد وكيف أن الرجل أو المرأة يعني المرأة بشكل عام يعتقد في هذه الأمور لدرجة أنه يسمح بأن يقتل وتهون عليه حياته من أجل الدفاع عن هذه العقيدة وقد تكون عقيدة لا معقولة لا معقولة فإذن هم أمام عقائد لا معقولة لكنها تتمكن من الشخص المعتقد تمكن يهون إلى جواله أن يبذل حياته ودمه فمن هنا لا يستطيعون أن يفسر العقيدة بأنها عمل عقلي لأن العمل العقلي يعني معزول في مثل هذه العقائد يعني أي عقل يقول أن مثلا الحجر سينفعك أو سيضرك أو تتقرب إليه أو تتعبد لي يعني هنا الفكرة لها منطق هي ليس منطق هي لها دواعي وهم أيضا علاجوها بغير عقل للأسف الشديد وده ظهر أخيرا جستاف لبودة لسه في في منتصف القرن الماضي الثاني فالمهم اضطروا لأن من أجل أن يمرروا هذه العقائد الغير مألوفة والشاذة ويدكلوها في باب العقائد اضطروا لأن يعرفوها تعريف يتضمن العقيدة الصحيحة والعقيدة غير الصحيحة فقالوا أن العقيدة هي نتاج شعور قوي أو يعني الشيء يأتي من عالم لا شعور لا يأتي من عالم العقل المألوف عندنا الإنسان بيوجه من مصدرين العقل حاليا عند العقلاء هو الذي الواعي واللاواعي الواعي واللاواعي وأول لا شعور اللي هو كامن وقالوا لكنه يوجهك ويصيدر عليك وليس له تفسير منطقي أو عقلاني الفرق كما سنقول يعني عادة يجب تحكيم يعني عرض كل ما يوحي به إلي اللا شعور ده أقدو وأذهب إلى محكمة العقل فين الصح وفين الخطأ ده ينفع ده المفروض لكن قالوا أن الإنسان قد يوحي إليه اللا شعور باعتقاد ما في شيء ما ويسيطر عليه ولا يجد له يعني مثلا تبريرا عقليا لكنه في النهاية يسيطر عليه ويلزمه فالعقيدة عندهم من هذا الباب فأول شيء أن تكون العقيدة من باب كما تحدثت حضرتك الواعي اللاوعي أو اللا شعور ثانيا أن أكون فيها قوة إلزام بحيث أنك أنت يعني لا تجد نفسك وراحتك وطمأنينة نفسك في أن تعتقد هذا الاعتقاد ثالثا أن يكون هذا الاعتقاد غير مبرهن عليه الخطورة هنا قالوا لو استعملت البرهنة وأثبتته عن طريق البرهان انقلب من عقيدة إلى علم فكأنهم يضعون حدود وحدود تناقضية يعني تقاطع بين العقيدة وبين العلم لأن العلم هم يعني مؤمنين بأن العلم ما يكون عن برهنة وعن استدلال وعن أدشيء عقلي فإذن العقيدة عندهم باب الشعور وليست من باب الأمور التي يعني تدرك إدراكا عقليا باستنبطاته واستدلالاته واستنتجاته هذا أول شيء الشيء الثاني أو ديء الخطورة ديء الخطورة ثم قالوا ما دام العقيدة في باب اللاشعور لم يقترب منها العقل فهي عقيدة إذا وقعت في براثن العقل انتقلت من باب العقيدة إلى باب العلم والمعرفة وإذن فالمعرفة والعقيدة عندهم أمران لا يجتمعا وهذه هي الخطورة بمعنى يعني أنا في مذهب الجستاف ديبو والمفكرين هؤلاء لو أنني كمسلم اعتقدت في الإسلام ثم ذهبت لأبرهن على عقيدتي مع العقل يعني حاكمتها بالعقل وأثبتها العقل انتقلت من منطقة العقيدة إلى العلم والمعرفة يقول لك ما عندكش عقيدة كده عندك علم فقط عندك علم فقط نعم ما عندكش الاعتقاد فرغم أنها يعني هي تطابق عليها الشعور واللاشعور والعقل معه لكن هو يقول لك المشكلة لو جدت في العقل ليه لأن لو خد عقيدة الرجل الذي يعتقد في الحجر مثلا أو في الشخص أو في كذا أن الله شخص أو أن الله يعني سبحانه وتعالى يتمثل في حيوان أو يتمثل في كذا والعقل سيرفض العقل سيرفض تماما فإذا هو يريد أن يقول أن هذه العقائد بعدها من العقل لأن العقل ممكن يقول أنها خطأ وفي نفس الوقت هذا الشخص متزم بالخطأ وواقع تحت تأثير هذا الخطأ طب ما تسميه عقيدة فاسدة يقول لك لا ده عقيدة وده عقيدة يعني ما هذا هو المشكلة أو هذه هي المشكلة في تعريف الغربي للعقيدة أولا هم لجأوا إلى هذا الفصل وهذا يعني اللعب حقيقة في المفاهيم من أجل أن يقولوا أن الآخرين الذين يعتقدون في الحجر وفي الشخص وفي كذا وكذا هؤلاء عندهم اعتقاد ويجب أن ندرسها كعقيدة ويجب أن تأخذ حقها مسألها مسأل عقيدة المؤمنين بالله طيب لكن طيب إزاي أنا حقول له لا مش هينفع لأن عقيدة المؤمنين بالله مبرهنة يقول له أنا أبعد العقل عن إذا كانت حق برهن خذها عندك بالعقل باب العلم والماركة ضلحها من العقيدة من هنا كانت دعوتهم لاستبعاد العقل عن الحديث عن العقل دعا شرط استبعاد العقل استبعاد العقل وما يتناقض مع مفهوم عن الغرب ويقول لك إذا خضعت أو إذا رحت تبرهن عليها لم تعد عقيدة انتقلت إلى باب العقيدة انتقلت ويسيطر على الإنسان ويقول له فعلا ده ده صح وتروح وتقاتل ودهك مش عارف ايه وايه وايه هو دل العقيدة عندهم اضطر لهذا علشان يجمعوا عقائد عقائد اللامعقولة ويدخلوها في باب العقائد ويدرسونها لكن الأمور الأخرى يسمونها علما أو يسمونها معرفة هذه هي العقيدة في المفهوم الغربي طبعا كما يعني أشرنا إلى أن هذا التعريف لا يصمد للنقل لن يحكم علي أنا كمسلم أو كمسيحي أو كيهودي مثلا زهبت أصحح عقيدتي أو يعني أحكمها بالعقل والعقل يعني أعضاني البراهين يقول أنت لست ما بين جميك ليس عقيدة وإنما هي معلومة في الزهن فضيلة الإمام ما هي أهم مسائل العقيدة التي بها يكتمل الإيمان موسيقى 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 موسيقى